موطني موطني أنشودة يتغنى بها العرب بين الفينة والأخرى وقد كانت أنشودة وطنية لكل من فلسطين والعراق من هو مؤلفها وما هي قصته صاحب هذه الأنشودة هو الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقار رحمه الله تعالى والمولود في سنة 1905 وقد عاش حياته مدللا وزاد من دلاله أنه كان يعاني من بعض الأمراض درس في فلسطين في أول أمر ثم رحل إلى الجامعة الأمريكية في بيروت وأتم فيها دراسته الجامعية وقد نشأ محبا للغة والأدب نشر العديد من الأشعار في الصحف والمجلات والدووين المختلفة اشتغل الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقار رحمه الله تعالى في بعض حياته مدرسا وقد عانى في أثناء تصحيحه لاختبارات الطلاب من الأخطاء اللغوية الشنيعة فكان إذا فرغ من تصحيحه يقرأ شيئا من القرآن ليحافظ على ما عنده من لغة فصيحة وقد عارض إبراهيم طوقان قصيدة أحمد شوقي قم للمعلم وفه التبجيلة كاد المعلم أن يكون رسولا فقال هازلا شوقي يقول وما درى بمصيبتي قم للمعلم وفه التبجيلة أقعد فديتك هل يكون مبجلا من كان للنشء الصغار خليلا ويكاد يقلقني الأمير بقوله كاد المعلم أن يكون رسولا لو جرب التعليم شوقي ساعة لقضى الحياة شقاوة وخمولا وقد أدرك الشاعر إبراهيم طوقان بداية النكبة في فلسطين في الثلاثينات الميلادية وكان يحذر من بيع الأراضي لليهود أو غيرهم فقال في بعض قصائده باعوا البلاد إلى أعدائهم طمعا بالمال لك إنما أوطانهم باعوا قد يعذرون لو أن الجوع أرغمهم والله ما عطشوا يوما ولا جاعوا تلك البلاد إذا قلت اسمها وطن لا يفهمون ودون الفهم أطماعوا وبعد معاناة مع المرض استمرت معه طوال حياته وفي سنة ألف وتسعمائة وواحد وأربعين توفي الشاعر إبراهيم طوقان بالمستشفى الفرنسي بالقدس بعد أن كان يقرأ سورة التوبة على صدر أمه رحمه الله تعالى توفي وعمره ست وثلاثون سنة ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة